أنا رحي محبوسة في المطار في تايلند أبغى أحكي عن سبب رفض تأشيرتي في تايلند وعدم دخولي لأراضي تايلندية السبب أن وسيط السفارة السعودية أخذ كل الإثباتات زي تذكرة العودة تذكرة العودة أنا حجزتها من مطار الكويت قبل ما أطلع وقبل ما أساغل وكمان حادث الفندق فبكذا أنا ما أقدر أطلع تأشيرة مرفوضة وإذا رفضوا فيزتي أنا لازم أرجع للبلد اللي سفرت منها طبعا أنا سفرت من الكويت أنا هربت من الكويت كل هذا تخطيط من السفارة السعودية عشان أكون محبوسة هنا وأرجع للكويت